مساء الخير، مثل ما قلت كل يوم ندفن شيء من لبنان اللي بنعرفه أو لبنان القديم، ما بعرف إذا رهي جدد أنتوان ملتقى، ما بقدر أقول أنتوان من دون أنتوان ولطيفي ملتقى لأنه ديو أو سنائي رائد بالمسرح مختبر مسرح الحديث مثل ما حكيت تفضلت وقلت بالجامعة اللبنانية كمان بكليد الفنون هن مع كوكبي ريمون جبارة، أنتوان كرباج، مونير أبو دبس، ريدا خوري، رفع الطراباي وكثير ما بدي كتر بالهولة يلي أسسوا لكل هذه النهضة يلي عاشناها وبعدها مستمرة عبر أجيال مختلفة أنا أنتوان طبعاً الله يرحموا أكبر مني بكتير أنا تعرفت عليه بلبنان الحر ثم بالأل بي سي ببداياتها قبل ما تنطلق المحطة لما كانت حد ما بين 80 إلى 85 ستوديوات وكانوا يصوروا تحضيراً يعني هن وشاكي بخوري وكتار الله يرحموا ألف رات بركات فتذكرت مع كوكبي صوروا سجين الألعى لما أذكر عشر عبيد صغار وهالأعمال هي الكبيرة وتركوا بصمة ومزالت هذه البصمة مستمرة من خلال الأجيال الجديدة الله يرحمون أما كميل منسة يلي كمان أنا معرفته قبل الأل بي سي إجع سنة ال86 بكنون الثاني على الأل بي سي ومع الأسف بسبب الخلافات داخل القوات اللبنانية أنا زاك والانتفاضات ترك يوم انتفاضة عشرة أب 1986 بعد هجوم من رفاق معينين على المحطة كميل منسة هو كمان مثل ما عم نقول رجل البدايات والمؤسسين مثل أنتوان ولطيفة ملتأة من المؤسسين صحيح أنه هو تخرج حقوق وميرس الصحافة من ال57 لكن هو ببدايات تليفزيون لبنان أو شركة تليفزيون لبنانية القنال 7 ترك أكتر من بصمة وكان مميز بثلاث محطات ما بدي أذكر كل المحطات التالية لكن بدي أذكر بعض الأنكدوت أو بعض القصص لأنه تتخبر هي هيك هو سنة ال63 يومي الاستقلال بـ 22-22 كان التليفزيون أنا زاك بينقل الحفلات يعني ديراكت أو بس مباشر فهو كان نين بالبيت يعني عكس الانطباع أنه كان بالمحطة كان نين بالبيت بيدقله الشخص اللي بتابع الوكالات أنا زاك أنه في خبر على رويتر أنه اغتيل رئيس جون كيندي رئيس الأمريكي جون كيندي بيركضوا بيجي كان في زميل له اسمه إلي صليبي اللي هو كمان عامل رئيس تحرير الله يرحمه صديق كان بتليفزيون لبنان القنال 5 اللي كانت بالحزمية يبقى كان اسمه تليفزيون لبنان والمشرق فإجا الخبر خاف إلي صليبي لأنه بزيت النهار كان إجي خبر كاذب عن وفاة الرئيس بشارة الخوري وطلع بالخبر وبيتلفن ابن الشيخ بشارة أنه لا قال أنا ما رح أقول الخبر مش ممكن موت رئيسين بزيت النهار فهو ما قال كميل بنسة ركض على التليفزيون كانت ساميرته فيه عم بتغني بيركض على المسرح بيقله للمخرج بيفوت يعني ما بعرف قديش خبره قديش بيعرف أنه بيمسك الميكروفون وبيعلن هايدي كان أول سبق بعدين الخبر الثاني وهون بيكي لما أعلن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر سنة السبعين وبيكي وقال أنا شفته آخر مرة من أربعة أيام مع الرئيس لمان فرنجي وكمان هايدي تسجل كمان الحدث الثالث المهم هو لما وكب وعمل برنامج كبير عن نزول أول إنسان على صحتها القمر نيل أرمسترونج سنة تسعة وستين بتموز وهو كمان هون يعمل نكتي لما شاف عم ترجو في الصورة وعم بيرجو في أرمسترونج قبل ما يحط إجروا على الأمر قال له له وعيوقع فهل أدي كان عفوي ترجمة نانسي قنقر